أنا لما قلت لك البحث العلمي هو أمر لو تعلمون عظيم الأكاديمية دي تعرفيني أكاديمية البحث العلمي المصرية؟ أكاديمية البحث العلمي المصرية دي معناها مجموعة من أكبر وأعظم وأهم وأزكى وأنبه العقول على مستوى العالم تيجي أنت تقولي بطالوا بقى وأصل إحنا هنفضل طول عمرنا نقول كده وإنتوا عندكم عنصرية مصرية والبعض مصاب بالشوفيني إطلاقا اللي أنا عايز أقوله لك أنه أهم أستاذ الروباتيكس في الولايات المتحدة الأمريكية ويكاد يكون الأهم على مستوى العالم مصري الاثنين اللي عملوا لحضرتك الواي فاي والتكنولوجي المتعلقة بالثري جي والأل تي إي وما إلى ذلك اتنين مصريين حتم زغلول وفاتوش مثلا يعني أهم أسادزة في مجال الإنكريبشن أو أهم أستاذ إنكريبشن في الولايات المتحدة الأمريكية قاطبة وأحد الأهم على مستوى العالم وبردو إن لم يكن أهمهم على الإطلاق يعني في بعض المجلات العلمية وصفتهم بأنه دول أهم أسادزة سواء كان في الروباتيكس أو الإنكريبشن مصريين المصري عقل حد الزكاء ادي له بس الظروف يا سلام سلم يا سلام سلم يعني تخيل حتم زغلول وفاتوش وبالمنسبة مخارجين جماعات مصر يعني هم داست القاهرة أظنه آه هم داست القاهرة وأنا متذكر مضموط يعني سافروا بعد كده لما سافروا بقى وبقى فيه هناك ظرف يسمح بأنه هم يقدروا يطلعوننا هذا الكشف التكنولوجي العظيم أو الابتكار التكنولوجي العظيم اللي احنا بنستخدمه لحظياً لحظياً وإحنا قاعدين دلوقتي تخيل لو كان دا بقى حصل من وقت يعني من 25 سنة وقت ما هم سافروا كندا وأمريكا كان إيه اللي حصل لو إحنا كنا بنوفر لهم الظروف دي هنا طول ما إحنا بنوفر الظروف دي ثق إن البلد طلع لقدام ثق